عبر سكايب من حمص مع الناشط الإعلامي بيبرس التلاوي بيبرس مساء الخير إذن عملية الإجلاء هذه كيف بدأت ما تخلى لها وأين وصلت تحية لك لجميع المشاهدين الكرام منذ ليلة أمس بدأت عملية نقل الذين يريدون الخروج والذي أعددهم نحو ستة آلاف شخص بنقله من وسط حيدوار إلى خارجه عند تحويل حمص والذي يعتبر طريق من الصياف لحد هذه الرحظة القافلة لم تنطلق باتجاه وجهته طالما أن هذه القافلة له وجهتان وجهة الأولى وهي جراملوس والثانية وهي إدليف لذلك اليوم العدد هو كبير لذلك عملية نقل الأهالي من داخل الحي إلى خارجه سوف تأخذ وقتا طويلا على غير المعتادة ربما أن لا تنطلق القافلة حتى منتصف الليل أو حتى صباح يوم غد فيما أنه خلال يوم أمس قد دخلت القوات الروسية إلى جزيرتي السابعة والثامنة لاستلامها وهذا الذي يرتبون ضمن الاتفاق عند بدأ خروج الدفعة الأخيرة من حي الورن المقاتلين والأهالي الذين الغبون بالخروج يجب أن يتم تسليم الجبهتين ألا وهي جزيرتي السابعة والثامنة للقوات الروسية وهذا الذي تم ولحد هذه اللحظة عملية نقل الأهالي مستمرة من داخل الحي إلى خارجه بالناس كيف هم كيف وضعهم كيف شعورهم عندما نتحدث عن دفعة ودفعة جديدة اليوم حزن كبير حزن كبير عم الحي وأيضا عم ابناء حمص بالكامل طبعا أنه بعد صمود لسنوات من حصار وقصف مستمر وجميع الأساليب الضغط التي استخدمت قوات النظام شاهدنا بأن الحليف الروسي لعصابات الأسد والذي هيمن على هذا الاتفاق الذي تم إبرامه ما بين الطرفي النزاع والذي ينص على أفراغ الحي لأن تسلمه القوات المحتلة الروسية فلذلك اليوم أبناء حمص هم حزنين كل الحزن على الذي قد أصابهم كما شاهدنا سابقا في باب عمرو وانقصير وحمص القديمة تم تهجير الأهالي والقوات الاحتلال إن كانت حزب الله وباقي ميليشيات إيرانية التي هيمنت على المنطقة ها هو السيناريو من جديد الشدوحي واللأسف تزامن مع وضاء إنسانية صعبة حاليا في الحافلات الأهل ينتظرون أن تنطلق هذه الحافلات بحاجة إلى ساعات طويلة حتى أن تنطلق في وجد أعوائل وجد نساء وجد أطفال بحاجة للراحة ولكن للأسف لا مكان للراحة سوى في الحافلات الذين هم متواجدون بداخلها شكرا جزيلا لك عبرو سكايب من حمص ناشط لعلمي بيبر ستالاوي